على لبنان بس خبرك اجت على لبنان واستمعت له وجوابه عن كلشي ومش بس جوابه عن كلشي احرجه بكلشي يعني تخيلي باحدة الاسئلة عن شربل ابي سمراء ايه لا لا انه هيك ايه مع شربل باحدة الاسئلة بتقل له عن فوري ما جون طنوس خبرني انه انت كنت بارك طاعت فوري ترخيص شركة مالية طيب راح خبرك قاله بس سوري يعني كيف خبرك ايه جون طنوس حقق معي بالالفين وواحدة وعشرين فوري تسكرت بالالفين وخمستاش وقت مات مؤسسة عبدو جفة يعني كيف هو خلصة الشركة كيف بيكون حتى قلك على شو استندي المشكل بالموضوع حتى تشوفه قديم استعج لقديم السرعة ليس ويسرانية مشان ليه ما بعت التبليغتين السؤال الاساسي مش ليه ما مثل هو ما تبلغ رسميا وبدي ارجع قليك حق كل واحد بالمسار القضائي احدى الزاملات يلي فتحت الملف على درج لما تدع على يا رياض سليمي بقي ستة شهر تتحرب من التبليغ طيب هيدا هيدا بيصير بمسار بعيدا عن المسار القضائي السؤال لا لاي قد بيرزيها لقد مستعجل عازدك لانه بدأت فيلم الموقع ايه لقد مستعجل برا تاخد قرارات طيب تخيلي انت هي هلا شو قالت سربت للأعليم انه حددت جالسات لماريان ورجا وبس يروحوا برا توقفهم اخي ما فهمت يعني هو الوحر بيستمع نعم وعلى اساس الاستماع بيقرر وقتا بدي يكون مقرر السلف اكيد ما حدا رح يروح طيب انا بدي بعيدا عن المسار القضائي اللي نحن نحكي فيها لا بدي بس اسألك عن مسار معين اليوم بعيدا عن التحية اللي عم تقول حضرتك صار حول يعني احدى الزميلات بموضوع بموقع درج بقبل 2020 كشفت تحقيق استقصائي من عدد الاستي سي ار بي اوكي عن علاقة شركة فوري بشقيق حاكم مصر بن الرجل سلامة وكشفت تحقيق تاريح فتح شركة بسنة 2001 ورصيدة بين عامي 2006 و2007 هم ترجع على زيت الخبرية لا هادي غير موضوع لا 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 هادي زيت الشبكة لا يا استيسا هادي زيت الشبكة من اني هادي مين هولي من اني هادي هادي زيت الشبكة بس ترسملك الصورة الشاملة تتعرفي بس قبل ما ترسملي الصورة هولي الناس لا خصهم بالعونية ولا خصهم هادي في مشروع مهولي ما نحن تقل لك ولا خصهم بالمشروع المالي لا يا استيسا لما احكينا انه بيندفع عشرات الملايين وبتوصل لك اكتر مينة مليون ده نجي نحن نكسر البلد تنحقق مشاريع ماليين بلا هو هيك بصير نحقطيك مثل كتير صغير اذا انت بدك مني مصاري اوكي الك مصلح هيصر لشي يمكن بتضويل شمعك الليلة تما يصر لشي نظريا يلي عم بيقولوا بدن نسترد اموالي لموضعين شو عم بيعملوا بدن المصاريف تعلن افليسة اذا المصاريف اعلنت افليسة شو بيصير كل موضة اذا معهم مدرق الدقيق بيطلالوا خمسة وسبعين مليون ليرة يعني هاودي هن يلي بدن يشط بأموال الموضعين كرمالي سفروا ديون الدولة ومنجيب مصارف جديدة على بياض ترجع تعمل سروات طائلة ما هيده المشروع هاودي هن اللي قلن علاقة بالملف المالي اليوم السعي لكسر القطاع المصري مؤارن صغيري تالناس تفهم انا موافق معك انا موافق معك في ناس بدأت تدويب اموالي لبنانيين والله انا موافق معهم بس انا السؤال المطرح تاني يا استيستوني هاودي كلهم الشركات ريال سلامي يا استيستوني حول اموال من مصري في لبنان لشركة خيو انا بدي ايجي هيدا السؤال الحقيقي بدي ايجي اسأل موسيو وليد سنو في مشكل بسايدة لا بدي ايجي اسأل موسيو وليد سنو في مشكل بسايدة هل هو مثلا بالغلط وانا عم بسأل بس مش اكتر عنده علاقات مع شركات نفط نعم وغيرها اكتر من هيك هو لانه كذب انا بدي ايجي اقول كيف اعتذروا بدوره بس الناس تعرف مين عبي كذب شكنا نقراها بعد لانه في مشكل بسايدة انت عم تقول ريتلي ايها بالبريك انو هني اعتذروا اعتذروا وقالوا ما كانت حرفيا ما كانت نيتنا ابدا نتهم رياض سلامي رح نرجع لك او حدا من عائلته بموضوع طبيب الاموال رح نرجع لك رح نرجع لك رح نرجع لك